الاستهزاء بالدين الاستهزاء بالدين صور واحكام الاستهزاء بالدين ماهي صوره تتعدد صور الاستهزاء بالدين والسخرية منه ومن ابرز صوره واشكاله السخرية بالله تعالى كتشبيه صفاته عز وجل بصفات المخلوق السخرية برسوله الكريم وبما جاء به من هدي وسنة الافتراء على شعائر الدين ووصفها بالرجعية والتخلف والجمود او اتهامها بتوليد الارهاب والتشدد والوحشية او ادعاء معارضتها للتطور والتقدم هل الاستهزاء بالدين كفر يخرج من الملة يقول الله تعالى يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وبصريح ما دلت عليه الاية الكريمة فان الاستهزاء بالدين يعد كفرا اكبر مخرجا من ملة الاسلام لماذا يعد الاستهزاء بالدين كفرا مخرجا من الملة يعد الاستهزاء بالدين كفرا مخرجا من الملة لاسباب ابرزها التعدي على الذات الالهية ومقام النبوة وجلال الشريعة غياب التعظيم القلبي اللازم لمقام الرب عز وجل ولرسوله الكريم ولدينه القويم الاستهزاء بالعلماء والمصلحين هل يدخلوا في باب الكفر؟ الاستهزاء بالعلماء والمصلحين على نوعين النوع الاول ان يستهزأ بامانهم وصلاحهم وتقواهم كأن يقال هؤلاء رجعيون متخلفون ضالون وهذا النوع حكمه الكفر لانه من جنس استهزاء المنافقين باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني ان يستهزأ بهم شخصيا كأن يسخر من طريقة قولهم او فعلهم او مظهرهم وهذا النوع محرم ويعد من كبائر الذنوب